طبعا في الموضوع اللي يصير اخيرا وحكم محكمة النقد دائرة الاقتصادية والتجارية بما يتعلق بمركز التحكيم والقضية دي انا وحضرتك تبنيناها بصابة بريكا لما كنا في قناة بيراميدس ايوة عملنا حلقات عليها وعملنا حلقات عليها وكان رأي حضرتك انه هناك قصور وهناك كده وكده وكده خليني الاول اقول ايه قانون وايه مركز التحكيم هو القانون الجديد لما اتعمل على ثلاث محاور اساسة بيعالج القانون القديم فيهم ثلاث محاور المحور الاول اللي هو تدخل حكومي اتنين النزاع القضائي ثلاثة الاستثمار قد التلاث محاور اساسين اللي هو على ضوء اتعمل قانون جديد القانون الجديد بالضبط فعملنا القانون الجديد التلاثة دول مع الجوش حاجة التلاثة دول مع الوقت هنتكلف النزاع القضائي فقالوا عند انزاع قضاء حنعمل ملكز التسويق وتحكيم يبقى مجودان ده لب المشاكل كلها من بدايةه لحد نهاية هو قضاء 4 مواد في القانون بدايةه قال ينشأ كلمة ينشأ ينشأ ده مبد المجهول من نائب الفعل هنا الناشئ بالضبط مين هو بقى؟ هم منصحب قراءة إنشاء ده أول نقطة تحطينا فيه هنا القانون قال إن المنوب عن تنفيذ الحكام القانون هو الوزير والمادة 107 ستين قدت في الوزار واللي بيشرع رئيس الوزر طيب ماشي كده حلوة احنا عندنا التشريع وكل حاجة وعندنا الوزير اللي يطلع المفروض هو منوب عن تنفيذ أحكام القانون ده أول طيب يبقى هو صاحب قراءة إنشاء ما بقىش يبقى صاحب قراءة إنشاء اتحطي جبقى ينشأ باللجنة أولومبية ده قصة الموضوع كله بكلمة اللجنة أولومبية ده بقى أصبح المركز مرتبط باللجنة أولومبية رئيس مجلس الدارة بركز تسوى التحكيم هو رئيس اللجنة أولومبية ده ده أولا حتى بقيت المجلس اللي تشكل من ضوء القانون واحد بمسألعاب الجامعية ألعاب فردية واحد بمسأل وزارة ثلاثة خوبر أنا مجلس دارة بركز تسوى التحكيم هو عمل كل حاجة هو عمل بقى لقدر استشار إلانة استشارية عمل المحكمين كل ما يخطر عبارة ستح من مركز تسوى هم عملوه طب ازاي وانا باختصم اللجنة أولومبية إذا كانت هي طرف في مشكلة يُعرض على هدا المركز هدا بقى دي النقطة أساسية اللي بان عليها الحكم وعدم الدستورية اه إنك إنت حطه إزاي هو يدير وهو أساسا قد يكون القانون إحنا ما كلمنا في وقتها قالك إنه لا يعني إحنا المستقلين وإنه لا وجود لا سلطان إطلاقا لللجنة أولومبية وكذا وكذا تمام قاله كده وقاله ده إحنا عنوان ماء ونور وحنددفع للأقرابة بتاع النقطة كل دا ما حصلش إه إنه خد كل اختصاص كل اختصاص بتاع التسويل التحكيم هو خ laz Besides هو العمل هو عمل القضل لوقتي هو اللي شكله نعم الرمين العام هو اللي عينه المحاكمين هو اللي جابهم كل حاجة جو مدتها السويل التحكيم هو اللي عمل اللي هو اللجنة اللي هو الرئيس اللجنة أولومبية وله بصفة الرئيس مosis مجدرر هنا وعرض مع هو الموانزة الشام حق المركز ده اساسا مبني على موضوع اه مركز تحكيم او يعني التحكيم ايه ايه العوار يعني? هوافوش عوار اكتر اكتر من ايه فان اول المساقق اللي هنم بقالين مش هايز ضغط عليك بقاش حاجة مضبوط عليك بحاجة مفروض مفيش حاجة مفروض عليك هاز انت فطولوا نزعم بقى بينكم اعملوا بارت تسوى التحكيم يفصل بس خلي بالك اللي بيسبقوا لقطة مهمة جدا الناس تغدت عنها ان في كل هيئة لازم بقى فيه لجنة فضل موجودة مش موجودة فبالطرد تطلع على طول على التسوى التحكيم هم هعملوا نفسهم مكتسبات مش بتاعتهم في لجنة اولمبي لا عد عليها الاول بتظل هعد عليك ليه? انت انت مين هالاجنة 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 ليه? ولا عشان نتاري جنبك انت شابعي خالص انا جيلك ليه? هتظلم لك بالقرار عندك انت ليه? تعتيب انت محضر جماعة عممية ليه? بتحضر جماعة عممية ليه? خد مكتسبات لنفسه النتيجة لسيد الوزير السابق ساب كل الصلاحات بتاعته للاجنة العنبان. المهندس خالر عباسة. هو يسأل فيها بقى ليه عمل كده? معرفش. هم بتانين ما صدق اخدوا مكتسبات مش شغلوا على ضغط. طب النهاردة بقى فيه احكاة ثواب جديدة لازم يقف عندها. لازم يقول ان فيه جهة ادارية. طب انا هقول لها في التعريف القانون واحنا قلناها قبل كده ما حضرتك فضل. الجهة الادارية المختصة. جاء ليه المدرية? في تعريفها بتقول هي یا جيها الملوب بها. الاشراف على هيئات الاضي. ازان هوا بتشوف على هيئات الاضي. تقع فيه دائرة اختصاصة. من جميع النواهي المالية والادارية. ازان الماء مفدت اشوف على كل هيئات في النتاقب. طب اللاجنة العنبية يا رداونا ايه؟ هايقة. بتعريف اللاجنة العنبيقة هو هيئة الاضي. تنتعم بادطة بالشخصية التبريء الخاصة. طب ازان الله عام لها اللاجنة العنبيقة اللي هي هي خضع القشاف تعالى المدرين. بيحصل الكلام ده? نا طبعا. طب ليه? ده قانون انا جيبتش حاجة عندنا. ده قانون. في تفسير اللي اطلع من مجلس الشعب. ايه ايه اللاجنة برلماني? قال له انت لك بديتين خمسة و تلاتين و ستة و تلاتين. نوحف ان ايه كلها. ما لكش دعو بالادريات خالص. القانون ما اتحط ده له تلات اختصاصات. قال له حط اللايحة الساشة ده. وحط النصاب بتاعها. واعتمد اللايحة في القانون في البندة تلاتة. بتاعت الهائيات. بتان شو. ما لكش اقتبتك. مم. وبرضو اعتمد اللايحة ده. وقعنا برضو السعيد الوزير السابق. مم. ترك صلاحياته. النهار ده فيه لوائح ضد القانون. مم. في لوائح ضد القانون. ضد القانون. ده لا يجوز اطلاقها. ده اللي واقع احنا فيه. مم. لكن ما تجي تقولي النهار ده بس الان. انا هعمل انتخابات مرتين جمعين ومية في 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 سانة واحدة. طيب في لايحة بلايحة احد الاندي. تقوم المرة واحدة. طيب تعملها. في حاجات كيبينده كتير بقى. طيب. سبها ليه. ان محدش راجع اللايحة من احد القانون. لك راجع اللايحة من لايحة الموسيقى الولومبي. مم. ده المشكلة كلها. فكله جري على الموسيقى الولومبي من طبقته. لك الحد راجع من طبقته القانون لك محدش عمل كده. السؤال التاني. النهار ده ما بتحدثك النادي من انديه بتعمل لايحة. بتاردها جماعة ومية. مم. جماعة ومية توافق. بتودها اللجنة الولومبية. عشان تعتمدها. بتعدل فيها. وهذا حقها? لا طبعا. ان القانون قال. الاديه اللي انت عملت بيها هي العدل اللي اتعدل بيها. انت عملتها بجماعة ومية غير عدية. بتعدلك جماعة ومية غير عدية. اه. لكن هون بيعدله صفاته بيها. مم. ما هنا كسر رغبة الجماعة ومية. طيب. يبقى هنا السؤالة طالت بيه في الجزئية دي. لماذا يعني توجهت اللجنة اللجنة الولومبية لاختصاصات. اه. مفترض ان هي ليست في سلطتها. اه. و الى ما كان يرمي رئيس اللجنة الولومبية من هذا الامر اذا كان لديه قناعة. بانها ليست من سلطاته. ربما يكون لديها هذه قناعة. تمام. هتجاوبني ولكن. بعد الفرس.